السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا كلنا سمعنا عن القصة اللي هزت مصر قصة راجح ومحمود فأنا عايز علق على بعض النقاط ومن ضمنها حكم الشريعة الإسلامية في القتل هل راجح صبي صغير لا يقام عليه لحد ولا كبير بحكم الشريعة الإسلامية ولكن قبل ما أخش في الشريعة الإسلامية أنا عايز أقول إن عندنا في مصر مليون راجح أيوة عندنا في مصر مليون راجح عندنا في مصر إخواننا دلوقتي للأسف الشديد ظاهرة الكل بيتفخر بيها ودخل فيها كمان للأسف البنات البنت تمسك مطوة وتتصور بيها ترقص بيها في الأفراح الشاب بيمسك مطوة أو يمسك سنجة بنقول عليه سنجة اللي هو السيف زوت ويصور بيه ويتباهى بيه على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي للأسف الشديد أنا بقول مش راجح بس هو القاتل لا فيه قاتلة ولكن متسترين من هم المنتج المخرج الممثل اللي صوروا لنا أفلام البلطجة أفلام البلطجة دي كله بيشوفها للأسف الشديد اللي فعلا المفروض المحكمة تحكمهم ابتداءا عشان نقضي على الظاهرة دي لازم سن قوانين صارمة اللي يبقى ماشي بمطوة واللي اللي يتصور بسنجة ومطوة أو سيف المفروض يتحاكم لأن إحنا كده كأننا دخلين للأسف الشديد على أيام مظلمة أيام حيبقى فيها مليون راجح مسلسلات بقى أو أفلام بتحض على كده لأ وبعدين إيه الأفلام تفضل بلطجة وعراج وخناءات طول الفيلم بالسنج والمطاوي وبعد كده في آخر خمس دقايق البوليس بيقبط عليه أو البوليس بيفضها يكون ابننا تعلم اللي ما تعلموش أصلا الشتيمة دلوقتي وش خير وسب الدين للذات الإلهية بقى منتشر بكسرة إيه تيجي تكلم فلان يقول لك أنا عيالي متربيين تيجي تكلم علان يقول لك أنا عيالي متربيين أمال دول العيال مين آه متربيين قدامنا في البيت موجودين قدامنا في البيت لكن لما بينزلوا بيختلطوا ببعض في المدارس وهنا وهنا كله بيطلع اللي عنده ما أبوه مش شايف وأمه مش شايفة فلابد يا أخواننا من المراقبة والتربية والمراقبة على الطفل بيشوف إيه والشاب بيشوف إيه امنعه قل له كده حرام ما تقولهش كده عيب قل له كده أنت بتعصي الله عز وجل ما تقولهش عيب كده عود فيه نقطة الحرام والحلال والخشة من الله طيب بالنسبة يا أخواننا لراجح وأمثال راجح عندنا في الشريعة الإسلامية في حاجة اسمها التكليف إن الإنسان يبقى مكلف خلاص خرج من مسألة إن هو يكون طفل إلى إنسان مكلف يخاطب بكل الشريعة الإسلامية طيب نعرف إزاي العلماء قالوا إن هو الاحتلام إن الطفل ده يحتلم ظهور شعر العانى الخشن ظهور شعر الإبط واللحية والشارب وكلام ده طيب الكلام ده بيظهر إمتى؟ بعد 15 سنة يعني زي راجح وأمثال راجح دولة خلاص في الشريعة الإسلامية بلغوا حد التكليف بقى إنسان مكلف يعني زيه زي أي إنسان كبير عادي خلاص بقى كبير ما قدرتش أقول زيه زي كبير لأنه بقى كبير خلاص فده يقام عليه الحدس ولكم في القصاص حياته هي أولي الألباب الشريعة واحدة يا أخواننا الحر بالحر والعبد بالعبد والأنسة بالأنسة في بعض الناس زعلانة عليه طيب ما قتل صغير يعني حتى لو افترضنا أنه هو صغير ما قتل صغير روحه أمام روح إيه المشكلة في كده لكن لا في ناس بتدافع عنه للأسف الشديد ولا البنات إيه اللي بيصن معرفش ده أمور يا جماعة ده قاتل ده أمور بس أموره إن شاء الله إيه يا خلنا فيه إيه دي تربية الإسلام نينة دي التربية يستحيل فالمهم يا خلنا دخلين لي إحنا دخلنا خلاص للأسف الشديد ناس كتير بقت راجح للأسف الشديد مصر دلوقتي كل أسبوع تسمع عن راجح قتل محمود وغير 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 وغيره فامتا يا خلنا ننتهي امتا يكون فيه فعلا عقوبات صارمة يكون فيه رقابة من الأهل ويكون فيه رقابة من الحكومة طيب أنا يعني في النهاية أنا مش بحكم على راجح بالقطر طبعا القضاء هو له كلمات الأخيرة ولكن أنا شرحت الشريعة الإسلامية في الموقف اللي زيده وهل أمثل راجح فعلا تحت السن الشريعة طفل ولا هو بالغ مكلف واسأل الله عز وجل الهداية للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا